أو طوى فهمنا اللي نحن فنى تهمة معناه فنى تهم لأنه قعدنا نبارح نتجزو كيف ناكيف برشة ناس فنى تجاه نحن وفنى تهم وفنى إحالات اليوم عرفنا اللي هي التهمة هذه في علاقة بالتصريحات الأخيرة للسيد راشد الغنوشي حسب ما سمعت من سي حسام يقول أنه التهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو الحملة السكان على مهاجمة بعضهم بعض وهذه هي جريمة المنصوصة عليها بالفصل 72 من المجلة الجزائي اللي يجي فيه يعاقبوا بالإعدام أكهو اشكون الاعتداء المقصودي منه تبديل هيئة الدولة تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي النص يتحدث كان على الإعداء به في هذا أحنا عليش قعدنا نتسائلوا لأنه كلنا ولينا بفضل هالأبحاث والقضايا هذه الموجودة التهم الموجهة لراشد الغنوشي والموقوفين عقوبتها الوحيدة هي الأعدام قف انتهاء قف انتهاء هذا لا فيه من إلالة سجن من إلالة كذا فهمت واضح التهمة هذه 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 مجلة إجراءة جزائية في الفصل اثنين وسبعين جاء فيها أنه يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة لها رجل القتل وسلب التراب التونسي ما فهميش عشرة سنين خمسة سنين ما فهميش من إلي عشرة من كذين مع الناش هذي فصل واضح وصريح هذا حسب اللي قالوا سيح وسيم حسب التهم اللي قالهم أهنا ما نعرفوش هو التهم موجود في نص وحدي موجود في نص وحدي واحنا قلتك عليش قعدنا البارح الكلهم التهم الكل اللي إذكرهمنا الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني يجيوا في الفصل هذي في الفصل اثنين وسبعين وهذاك عليش احنا طوي كما قلتك بفضل البحاث والقضايا هذية معناتها ولينا احنا برشة ناس وليت عندهم ثقافة قانونية باي خلينا نس نتسائلوا عليش المنع انت على الموحامين لمدة ثمانية وربعين ساعة وقت لنا احنا مناش في إطار قانون لفين وخمسطاش اللي هو مع انت الوحيد يعني التهم المواجهة لرشد الغنوشي عقوبة هالأعدام حسب حسب النص لا لا حسب النص أنا نحكي لك النص النص يقول لك يعاقبوا بالأعدامي هكذا النص موجودة وهي تهم والمتهم بريء المتهم بريء الى ان تثبت ايدانتو مهما كان هو مرة اخرى نعودوها ونقولوها لي تغشش ولي ما يعجبوش ولي المتهم بريء حتى تثبت ايدانتو نقولوها مع الجماعة اللي من هون يقولوا سميح مع الاخرين نقولوها مع الجماعة هذو ما يقولوا هاي سميح تبيضوا لا لا المتهم بريء حتى تثبت ايدانتو مهما كانت التهمة مهما كانت الفصل اللي مستند عليه التهمة مهما يكون شكون اللي قاعد يتهم اللي هو اي مواطن تونسي موجود راوه لكن كي تثبت ايدانتو على القضاء انه ياخذ مجرع عليه انه يتحاسب كل من عمل يلزموا يتحاسب ولي غلق الملفات فما دوسية هكك بره عشر سنين وهما دوسية هذو ما مركركين فوق البروات خلي نفضوهم اللي ما عملش توفى لحكاية تسكن ملفه اللي عمل يتحاسب وهذي احنا سميح في طور التحقيق تصديقا لكلامك راوه ما زالت البحاث قد يثبتوا براءته هو اللي موجودين متهميل كلهم قد تثبت براءتهم وهذا حقهم في محاكمة عادلة يضمنوا فيها الضمانة اللازمة للدفاع وكل وسائل الدفاع المتاحة قانونا واذا مواز عندكم ما تعلقوا خطب شو سيدا نحكيه على يقعد كان بالله ديما نحكيه وسامح برشا نحكيه على دوسيات المعطلة دوسيات المعطلة انا من واقع التجربة كلمتينة كلمتينة نمشي على الروح من واقع التجربة رام باشا قضايا راو حتى القضاءات في يدهم ضغط عليهم راو مش كم منه ومنه معنا ياسر ضغط عليهم اللي يدخلك باربعمية ملف في المحكمة واللي يدخلك معناها بميتين واللي ياسر